حضر موضوع قانون الانتخاب بقوة في لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون مع رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع الذي اعتبر أن عدم التوافق وعدم النزول إلى المجلس النيابي أمر غير مقبول مؤكدا رفض قانون الستين وضرورة التفاهم على قانون جديد المشاورات عم بتكفي بالمنطق ما فيها هالمشاورات ما توصل لمطرح إذا وصلت لنوع من التوافق كان به إذا ما وصلت لنوع من التوافق أنا ما بشوفه جريمي أبدا أنه ننزل على المجلس النيابي بقانونين بثلاثة بأربعة بخمسة بسبعة بعشرة قد ما بيحبه والمجلس النيابي ساعتها بيلعب دوره بهالخصوص غير عنهاك أنا مني شايف أي حل آخر إنه لم نتوافق ولم ننزل على المجلس النيابي إنه شغلي يعني ما حدا منه مقبوله وقال لكيف يعني شو منعمل ما في شي تاني نعمله اللي بيهمه فغامة الرئيس نوصل على قانون انتخاب جديد إذا كان بالتفاهم والتوافق كتير منيح إذا مش بالتفاهم والتوافق إذا ما قدرنا صارنا 8 سنين بهالتفاهم والتوافق شو منعمل جعجع تحدث عن موضوع خصخصة الكهرباء ولفت إلى ضرورة تجربة حلول جديدة متمنيا أن يكون رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من رأيه في هذا الشأن أفضل نروح إلى خيار آخر إلى مجال آخر أرحب بكتير من المجال اللي نحن فيه بالوقت الحاضر كلنا سوا بيعرف وضع الإدارة اللبنانية وموضوع انتاج الكهرباء وتوزيعها موضوع دقيق وموضوع حياتي بيطال كل مواطن فمشان هيك نحن طرحنا هو أنه نخسخص انتاج الكهرباء تيصير عندنا أمل وهوني أنا بخالف رأيي البعض أنه أريد خمسة وعشر سنين هلأ إذا أريد خمسة أو عشر سنين لسبب أولئي لازم نبلش لازم نكون بلاشنا مبارع وأشار جعجع إلى العمل من أجل إقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل الأطراف بهذا الطرح لأنه إيجابي ويؤمن الكهرباء 24 على 24 من دون تحميل المواطن أي ضريبة ويخفف التكاليف على خزينة الدولة